عاد موسى لأهله بعد اختيار الله له ليكون رسولا إلى فرعون ثم اتجه بأهله إلى مصر حتى وصل إلى قصر فرعون واجه موسى فرعون بلين ورفق كما أمره الله وحدثه عن الله رب العالمين وعن رحمته وجنته ووجوب توحيده وعبادته وطلب منه أن يرسل معه بني إسرائيل استمع فرعون إلى حديث موسى مستهزئا ثم قال له وأما رب العالمين قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما لم يزل فرعون ماضيا في استكباره واستهزائه إلا أن موسى بدأ إقناع فرعون بأسلوب جديد وهو إظهار معجزة قال أولو جئتك بشيء مبين ثم ألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء كالقمر فشاور فرعون الملأ من حوله فيما يجب أن يفعل فأشار عليه أن يرد على سحر موسى بسحر مثله فيجمع السحرة ليتحدى موسى وأخيه وحدد الميقات وهو يوم الزينة وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفنح الظالمون وقال فرعون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بعد أن تحدد يوم الزينة للقاء السحرة وموسى بدأت دعوة الناس للتجمع ليشاهدوا فوز السحرة على موسى وفي ساحة المواجهة والناس مجتمعون وفرعون ينظر حضر موسى وحضر السحرة وفي أيديهم كل ما أتقنوه من السحر والألعاب والحيل ورمى السحرة عصيهم وحبالهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فإذا المكان يمتلئ فجأة بالثعابين فنظر موسى إلى حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف فقال الله له لا تخف وألق ما في يمينك وستهزمهم اطمأن موسى وألقى عصاه فتحولت إلى حية التهمت كل ثعابين السحرة فألقي السحرة سجد قالوا آمنا برب هارون وموسى هز استسلام السحرة العرش من تحت فرعون وهو الذي جمعهم لإطال دعوة موسى وهارون لرب العالمين فسأل فرعون السحرة في غضب آمنتم به قبل أن آذن لكم إن فوزه عليكم اليوم كان عن تشاور منكم ثم توعد السحرة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ولأن الإيمان دخل قلوب السحرة لم يهتموا بتهديد فرعون لهم وقالوا له إنا إلى ربنا منقلبون ثم حرض المصريون فرعون على موسى ومن آمن معه وخوفوه من عاقبة التهاون معهم وحذروه من أن الدعوة إلى الله وحده سيترتب عليها بطلان شرعية حكمه فأشعرت هذه الكلمات فرعون بالخطر الحقيقي على نظامه كله فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون فبدأ موسى يوصي قومه بالصبر على البلية والاستعانة بالله عليها وأخبرهم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن يتق الله في هذا الوقت بدا واضحا أن فرعون لن يؤمن لموسى ولن يكف عن تعذيبه لبني إسرائيل فأوحى الله إلى موسى أن يخرج من مصر مع بني إسرائيل وأن يكون رحيلهم ليلا بلغت فرعون الأخبار بأن موسى قد صحب قومه وخرج فأرسل أوامره في مدن المملكة لحشد جيش عظيم ليدرك موسى وقومه وقف موسى أمام البحر وبدأ جيش فرعون يقترب وامتلأ قوم موسى بالرعب فالبحر أمامهم والعدو وراءهم صرخت بعض الأصوات من قوم موسى سيدركنا فرعون فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين وفي اللحظة الأخيرة يجيء الوحي من الله فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضربه ووقعت المعجزة فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ووصل فرعون إلى البحر وشاهد في البحر طريقا يابسا يشقه نصفين فأمر جيشه بالتقدم وحين انتهى موسى من عبور البحر شاء الله تعالى إغراق فرعون وجنوده في منتصف البحر حيث انطبقت الأمواج عليهم وغرق فرعون وجيشه وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين